السؤال اللي بعد كده كان بيقول كان ده بقى سؤال فكر السؤال ده سؤال فكر يعني انا بفكر بالسؤال ده بص كده السؤال بيقول ايه هو مديني molecular formula C2H4O ده بيقول ان ده aldehyde فطلباته write the structural formula of this aldehyde second write down the structural formula of a polyhydroxy aldehyde ده ملوش علاقة بالmolecular formula C2H4O طب نجرب كده مع بعض ازاي نجرب كده مع بعض ازاي نحل سؤال زي ده يلا نجرب مع بعض انا عندي C2H4O عشان يبقى aldehyde لازم اكون عندي structural formula دي انا كده سحبت O وسحبت H من الاربع واخدت C من الاتنين C اللي عندي اتبقى عندي C و 3H طب ما خلاص اهي ادي C و 3H دي طبعا الفورمولا بتاعت الاثانال بصوا انا حسبت ازاي انا كتبت لنفسي هنا اننا اخدت انا اخدت اتش من الاربعة فبقوا اتش ثري للرينيند شلت اتش ومن السي هات خدت وان مينس سي يبقى انا تبقى عندي سي واحدة يبقى الريمين سي اتش ثري ده الريمين انا فكرت كده عشان كده بقولك السؤال ده فكر مش حفظ بس فالريمين سي اتش ثري يبقى انا عندي الاثنال او الاسيتال ده هاي ده الفرست في السؤال السكند بقى اللي في السؤال بيقول ايه بيقول لي مين هو بوليهايدروكسي ألدهايد بوليهايدروكسي ألدهايد يعني كمباوند في او اتش كتيرة ده برضو لو انا حفظه بس طبعا انا بقى فاهمة الكلام اللي بقوله في عندي كمباوند فيه ستة سي واول جروب فور مايل جروب اللي هي في الألدهايد وبعمل هنا او اتش اهو او اتش او اتش خمسة او اتش اهو وبكمل اللي ناقص اتشات هنا ناقصني اتش 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 شجر وهو فعلا بوليهايدروكسي ألدهايد الجلوكوز شجر خدت بالك انا فهمت الاول الكلام بعد جدا بدأت ترجم للحفظ اللي انا حفظه فرقيت فعلا المعلومة ربطت مع بعضها اشتركوا في القناة اعمل ايضا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة